السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس محمد أبو حسين مهندس زراعي مختص في مجال مكافحة الحشرات والقوارض اليوم جبنا لكم موضوع كثير مهم جدا وموضوع لأنه هاي الحشرة سببت كثير مشاكل عند كثير من الناس أكل الملابس أو أنفاق في الملابس أو بتلاقي في مشكلة في الصوف والسجاد بتلاقي التاكلة طيب احنا ما عرفنا شو السبب هاي العبارة عن عثة الثياب الناسجة ياريت إن أعجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة ومشاهدة الفيديو للآخة الثياب الناسجة نوع من أنواع العث عثة صغيرة الحجم لا يزيد طول جسمها عن ثمانية ملي متر ولون الجناح الأمامي أبيض تخالطه حمرة بينما يكون الجناح الخلفي لونه أبيض وهي مهذبة الجوانب مهذبة الجوانب بيضاء اللون لها رأس بني تتغذى اليرقات على الملابس يعني الطور الضار في هاي الحشرة هي عبارة عن اليرقات والأنسجة الصوفية والسجاد والفراء والحشرات المحنطة أو الحيوانات المحنطة وريش الحيوانات وجسمها المحنط الجاف والجلود كل هاي أشياء بإمكانها إنها تعمل ضرر لإلها كما تنسج اليرقات خيوط حريرية في مكان تغذيتها تضع الإناث حوالي 120 بيضة تفقس خلال أربع أيام لتعطي يرقات وتتحول إلى عذراء خلال ثلاث أسابيع وتحتاج العذراء إلى فترة زمنية تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين حتى تصير الحشراء الكاد أخذها رح نيجي على طرق مكافحة هاي الحشرات طريقة المكافحة تعتها بسيطة جدا أول نقطة المحافظة على النظافة المحافظة على النظافة والتهوية الجيدة للمنزل وتقليل مستوى الرطول اثنين حفظ الملابس في علب محكمة الإغلاق أو أكياس سحب الهواء يعني أماكن ما فيها أكسجين أو حفظ الملابس في أكياس مغلقة ومحكمة ثلاث في حالة الإصابة الشديدة يتم استخدام مبيدات عضوية من أصل نباتي مثل أزهار لكزان ثمام وهاي مبيدات آمنة على الإنسان آمنة على الحيوان ومن أصل نباتي وعضوي مثل أزهار لكزان ثمام بتمنى أن أعجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة وإذا في أي تعليق تكتبوا لنا تحت في التعليقات حتى نجاوبكم على جميع استفساراتكم ولأي استفسار كمان بإمكانكم تتواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي بتمنى يكون فيديو أعجبكم فياريت تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة وشكرا لايك